بين إشعة الفوضى وخلط الأوراق في المحافظات الجنوبية وبين شرعية تم تحييدها سياسياً وأخلاقياً كيف يواجه اليمنيون مصيرهم مع حليف غير مؤتمن وميليشيا منفلتة؟ هل حققت السعودية مصالحها في اليمن وتركته ليغرق؟ أهلاً بكم لم تخض السعودية معركة مستمرة إلى معركة السيطرة على المهرة لم تنسحب الإمارات من معركة استعادة الدولة إلا لتخوض معاركها ضد الدولة نفسها دولة اليمنيين السعودية والإمارات هل بات اللعب على المكشوف؟ هل سينجو التحالف بعد أن أغرق اليمن في مربع العنف؟ ما هو دور الأمم المتحدة مما يحدث من عباة في اليمن؟ هل بيعت اليمن للمصالح الإقليمية؟ ولماذا تسعى إلى إشعال الصراعات ونشر العنف؟ هل من مصلحة السعودية تقويض شرعية الدولة والمؤسسات الأمنية على حساب ميليشي الإمارات؟ ماذا يفعل طيران السعودية في المهرة؟ وأي حرب يخوضها هناك غير حرب المصالح في ظل مساعي الرياض للسيطرة على المحافظة؟ تقبر الأطماع يوما بعد آخر على حساب اليمن سيادة وشعبا بينما يخوض اليمنيون معركة حماية الحدود السعودية تخوض السعودية معركتها الخاصة في المهرة لتمضي المعركة الكلية لاستعادة الدولة في سياق عكسي جراء سياسة الإمارات والسعودية المدمرة اتخذت طهران وأدواتها في الداخل مكانها على قواعد الفرجة لمشاهدة معركة اليمنيين الذين وقعوا في فخ التحالف بعد أن تكشفت أوراقه والتي تؤكد أنه ماض في ترتيبات تسهيل انهيار الدولة اليمنية يشعل الحلفاء نار الفوضى وخلط الأوراق في المحافظات الجنوبية بين التيارات الدينية والقبلية والسياسية إلى جانب المهمة الأولى وهي إشعال فتيل الأزمة وتأجيج نار الكراهية بين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية بينما تبدو سلطة الرئيس هادي وقد تم تحييدها وتجريدها من أدواتها وأصبحت مجرد محلل للتواطئ والسكوت عما تقوم به الرياض وأبو ظبي في البلاد تمضي مخططات الحلفاء على قدم وساق لمسابقة الزمن والوصول إلى نقطة النهاية وهي يمن مفكك وبلا مستقبل فهل سينجح تحالف أبو ظبي والرياض بمهمته وهل سينجو من تبعات فعلته كل المؤشرات تقول عكس ذلك فالسعودية التي يبدو أنها لا تعرف ماذا تريد في اليمن ولا تدرك حتى اللحظة خطر وجود دولة في حالة انهيار على حدودها الجنوبية لا يزال البعض يؤكد أن النتيجة النهائية لما يحدث الآن ستنعكس بصورة بالغة السوء عليها قبل أي أحد آخر ليبقى مصير اليمن واليمنيين معلقا على عاتقهم وحدهم مرهونا بقدرتهم على استعادة ما تبقى من إرادتهم والعمل من أجل الخلاص من سلطة الحوثيين التي أنتجت كل هذا الخراب ومن أطمع الجوار الذي لا يفهم سوى لغة المكاسب الآنية إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معي هنا في الأستيديو لأستاذ أحمد بلحاف مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة وسينضمع وآخرون بداية من مساء الخير أستاذ أحمد مساء النور مرحبا بكم أهلا بك أستاذ أحمد لو بدأنا معك من آخر المسجدات في محافظة المهرة بالأمس حصلت حادثة قصف منطقة العبري من قبل الطيران الحربي السعودي ما هي تفاصيل هذه الحادثة الأسوة؟ نعم أولا هذا يأتي ضمن خطط السعودية واستمرار التجاوزات والدخلات في محافظة المهرة حيث أن هذا القصف كان منطيران الأباتشي السعودي في منطقة العبري بمدينة الغيظة بشكل عشوائي وصورة خلقت الرعب والأرهاب لدى السكان وهذا ليس الأول نوعه القصف حيث كان قبل فترة أشهر في مدينة شحن وهذا يأتي ضمن التجاوزات والخلوقات التي تفعلها القوات السعودية في محافظة المهرة بالتواطئ أيضا مع ميليشياتها التي يغودها المتمرد على الشرعية راجح باكريت إذن إعلام المحافظة راجح باكريت قال إن الأمر كان تصدي المخربين وهو الأمر الذي استنكرته لجنة الاعتصام ما حقيقتها؟ هذا ليس غريبا على المركز الإعلامي الذي مركزه سلطة المحافظة راجح باكريت الموالي للسعودية والذي جلبته السعودية كأداة لهم لتنفيذ أجندتهم محاولة إصهاق تهمة الأرهاب في محافظة المهرة هي محاولة يائسة وليست الأولى أيضا من نوعها حيث شاهدنا أن راجح باكريت في أكثر من موقع وفي أكثر من قناة فضائية يحاول إصاق تهمة الأرهاب في محافظة المهرة المحافظة المهرة برئة من هذه التهم محافظة آمنة ومسالمة بها مؤسسات الدولة الشرعية هناك توجه سعودي عبر راجح باكريت والميليشيات التابعة لها للاتفاف على هذه المؤسسات والانقلاب عليها حيث نشاهد كثير من التشكيلات والتكوينات العسكرية التي لا ترتبط بجهزة الدولة الشرعية سوان الأمنية والعسكرية وهي تحاول خلق واقع جديد في محافظة المهرة أشبه بالواقع الذي خلقته الإمارات في عدن وفي بعض المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشياتها من اعتقالات من قتل من اختطاف من أشياء كثيرة يندى لها الجبين صراحة ومحافظة المهرة بدأت أن لم يكن هناك أنقاذ من الشرعية ومن المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة إن كانت صادقة في العمل على الملف اليمني أن تنقذ ما تبقى من موساة الدولة ومن الأمل والاستغرار في محافظة المهرة وإلا دخلت في مربع صراع الذي تشهده عدن وغير من المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الإمارات أو السعودية إذن هل تعتقد أن السعودية ذاهبة باتجاه التصعيد وتعزيز حضورها العسكري في المهرة بالرغم من كل هذا الرفض الشعبي الذي له مدة طويلة وهو رافض لتواجدها فعلا السعودية هي تدفع بميليشيات وتدفع براجع باكريت من خلال دعمه بأموال أو بمعدات عسكرية أو بذخائر أو بها المجر من هذه الأشياء التي تساعدها على البقاء لفترة أطول ولكن كل هذا يصطدم بالإرادة الشعبية عبر الاعتصام السلمي الذي لازال قائم ويرفض هذا التجاوز ويرفض هذا التواجد العسكري السعودي وميليشياته أبناء محافظة المهرة متواصلون في اعتصام السلمي أيضا شهدنا قبائل محافظة المهرة ومقفها المشرف في الموقف الذي يعتبر موقف وطني أصيل في استعدادها لحماية المعتصمين في حال صعدت السعودية وهم جاهزين للتصدي لأي محاولات تمس استغرار وأمن محافظة المهرة نعم لكن الجميع يعلم أن مهما حاول اليمنيون الذين يرفضون هذا التواجد من الرفض والاعتصامات لكن في نهاية الأمر وربما تحليق طيران والقصف الذي حدث يدل على أن السعودية ماضية في إصرارها على هذا التواجد محمية بالطيران الذي لا تمتلك هذه الاعتصامات كيف يمكن المجابهة؟ نعم السعودية هي ماضية ونحن ماضون في اعتصامنا وفي نظالنا السلمي وكما قلنا سابقا في أحد من داخلاتنا في قناة برغيس إن كان لهم نفس طويل فنحن نفسنا أطول فنحن أصحاب الأرض ونمتلك شرعية الأرض ونمتلك كل المبررات للدفاع عن أرضنا فهم دخلاء على محافظتنا لا يجد لهم أي مبررات فسنمتلك كل الخيارات للدفاع عن الأرض والعرض والإنسان في محافظة المهرة ولن نتراجع وهذا ما اتخذناه وفق اجتماعات لجنة الاعتصام في محافظة المهرة وفق اجتماعات المقونات والقبائل في محافظة المهرة لرفض هذه التجاوزات وهذه التدخلات لو شأهدنا أن في بداية الاعتصام ابناء محافظة المهرة كانوا يتخاطبون مع الأخوان السعوديين بلغة الخطاب العقلاني والدعوة إلى الحوار وسنتفهم مصالح حملاكنا السعودية رمت بكل هذا إلى عرض الحائط ولم تستجب فاليوم وصل الخطاب من المعتصمين ومن ابناء محافظة المهرة أنهم يصفوا السعودية باحتلال ولهم الحق في التوصيف الحالة بهذا الشكل لأن ما يحدث في محافظة المهرة هو عبارة عن احتلال مكتمل أركان والانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية وحماية الخارجين على القانون وعلى رأسهم المتمرد على الشرعية الفاسد راجح باكريتا الذي ثبت فساده وفق الوثائق والمخاطبات التي صدرت عنها نعم لكن إلى حد الآن لم يتخذ ضده أي أجل هذا أندل على شيء دل على أن السعودية لا زالت تسلك مصار بعيد عن الشرعية بعيد عن الأهداف المعلنة عنها في حماية الشرعية واستعادة الدولة وهذا الأمر يذهب بالسعودية إلى منحها خطير جدا قد يضرها هي قبل أن يضر محافظة المهرة أو لمن بشكل عام طيب يعني برأيك هل هناك علاقة لهذا التصعيد السعودي بما يحدث في بقية المحافظات الجنوبية من أعمال عنف وإرهاب سواء في عدن أو غيرها هل أصبح التحالف واجهة للفوضى في المناطق المحرنة؟ نعم السعودية لها علاقة وبالدرجة الأولى فهي من تحمي الشرعية وهي من تحتمي بها الشرعي الدستورية مثلاً في خامة الرئيس فنشاهد في عدن مثلاً سكوتها على الإمارات في دعم الميليشيات وتصرفاتها في محاربة مؤسسات الدولة الشرعية في محاربة المواطنين في اعتقالهم كل هذا يجري بدعم من من؟ من الإمارات في عدن والذي يحدث في المهرة والمهرة جزء لا يتجزء من الجمهورية اليمنية بدعم من السعودية فهو بدلاً أن يذهب التحالف إلى حماية حدوده وإلى حماية دعم الشرعية في العودة إلى أرض الوطن واستغرارها نرى أن السعودية والإمارات والتحالف الإمارات السعودي يعمل على دعم الميليشيات في مناطق التي يستوجب أن تتواجد الشرعية فيها ففي عدن نرى الإمارات تدعم ميليشيات في المهرة نرى السعودي تدعم ميليشيات في صغطرة نرى الإمارات تدعم ميليشيات وكل هذا يصب في مصلحة القوى الإنقلابية بدلاً أن تذهب لمحاربة الحوثي مثلاً في صنعة أو في الحد الجنوبي أو في جبهات الغتال نرىها تذهب إلى المحافظات التي بها الأمن والاستغرار والانقلاب على موسات الدولة الشرعية فلذلك هي تتحمل كامل المسؤولية في هذا الجانب نعم إذن هناك من يرى أن الإمارات هي من تدير مشهد الفوضى في اليمن خصوصاً بعد إعلانها الانسحاب أو ما سمته بإعادة الانتشار ما رأيك أنت؟ نعم الإمارات هي بلا شك وهذا أمر لا يخفى على أحد فالمستشارين وكبار غيادات الدولة في الإمارات يشرحون ويتدخلون تدخل سافر في الشان اليمني طارت يقردون بأنها لا يمن موحد بعد اليوم وطارت الأخرى يقردون بأشياء لا علاقة لهم بها فهذا الدخل سافر وهذا يدين الإمارات ويثبت على أن الإمارات هي من تدخل في الشان اليمني يتدخل سافر وتعمل على بناء وتشكيل ميليشيات تنقلب على مؤسسة الدولة وهي لا تقل الخطورة كما وصفناها سابقاً ونصفها اليوم وأنها لا تقل الخطورة عن الميليشيات الانقلابية ونعم هي مدانة في هذا الشيء الإمارات العربية ربما بدأنا حلقتنا ببعض الأسئلة وجهناها لأسهد المشاهدين وهو لم تخض السعودية معركة مستمرة إلا معركة السيطرة على المهرة كما نلاحظ ولم تنسحب الإمارات من معركة إلا لتخض معاركها هي ضد الدولة نفسها هل يمكن أن نقول بأن السعودية والإمارات باتت تلعب على المكشوف كما يقال نعم هي منذ البداية هي تلعب على المكشوف واللعبة أصبحت أوضح وأكثر دقة أن هناك لعبة مكشوفة وهي هناك أطماع خارجية تريد أن تنفذها على حساب السيادة اليمنية وعلى حساب الاستغرار وعلى حساب الدم اليمني لا يهمها الاستغرار اليمني ولكن هذا يدل على فشل السياسة الخارجية لهذه الدول فيجب أن تدعم الشرعية وأن تدعم استغرار اليمني ووحدة اليمني وتصحيح أوضاعه أمنيا واقتصاديا هذا ما يجب لكن ما يحدث للأسف شيء آخر ولكن نحن نتأمل وكنا نأمل من هذه الدول أن تدهم في هذا المنحة ولكن كما قلت الواقع شيء آخر هناك دعم للميليشيات هناك الالتفاف على الشرعية وعدم دعمها وخطف غرارها وأجبارها على الإقامة الجبرية ورموزها في رياض وهذا ما صرح بها أحد الوزراء في الحكومة الشرعية مؤخرا وشيخ محمد عبدالله كده وأسرد في هذا الجانب شيء الكثير من ما يدين السعودية في أختطاف غرار الشرعية لماذا برأيك هذا الإصرار من السعودية على المهرة بالذات؟ لم نجد هذا الإصرار في مواجهة الحوثي في نهم أو في الحديدة أو في تعز حتى تذهب المعركة أيام وتتراجع أشهر؟ طبعا السعودية هي تتأخر وتتعمد تأخر في سرعة الحسم وبينما هي تتوسع وتتوقع في محافظة المهرة لتنفيذ أجلدتها الخاصة وهي تتمثل في مطامع اقتصادية والجغرافية وهذا ليس منذ اليوم أو الأمس القريب ولكن هو منذ سنين طويلة وسعودية تطمح أن تذهب إلى محافظة المهرة وتفتح لها منفذ على البحر العربي أو مد الأنبوب النفط الذي سمعنا عنه والذي تم تداوله في الغرفة الموالغة السعودية ونحن في محافظة المهرة سنتفهم هذا وسنتفهم صالح السعودية ولكن نقول وفق الآليات القانونية وفي الوضع الطبيعي وليس في وضع الحرب وبموجب الذي نص عليه القانون والدستور اليمني وعرضها على مجلس النواب في حال تم الاتفاق على هذا ولكن بهذه الطريقة لتنفيذ أجندتها وعبر ميليشيات وعبر مافيات فهذا لا يمكن الغبول به أطلاقا إذن برأيك لماذا الشرعية تصمت هذا الصمت المستنكر والمستغرب ما يحدث في عدن ما يحدث في المهرة ما يحدث من توقف للجبهات هنا وهناك يعني انتهاكات وخروقات لا نجد صوت للرئيس ولا لنائبه ولا لرئيس دولته أيضا ولا لأي قيادة من قيادة الشرعية ومن يتحدث فهو يركن على جامل للأسف هذا الصمت المطبق يعني يزعجنا كثيرا وهذا ندل على شيء ندل على أن الشرعية وقياداتها ورموزها في اختطاف واضح من قبل دول التحالف ولكن هذا ليس مبرر لا زلنا نحن فيه وخصوصا نتكلم عن أبناء محافظة المهرة وابناء محافظة صغدرة ندعو الشرعية وأعتقد أن هذا حال كل يمن يدعو الشرعية للخروج عن هذا الصمت بأي طريقة كانت حتى ولو وصل الأمر إلى اتخاذ خطوات جرية وأنقاذ اليمن بأي طريقة وبأي آلية والخروج عن هذا الصمت لأن هذا الصمت أصبح وصمت عار لا يمكن القبول بها وقيادة الشرعية ممثلة بفقامة الرئيس عليها لا تدخل عن شعبها وعن رجالها حتى لا تفقد نفسها وتفقد اليمنين السيطرة على أراضيهم وعلى مصالحهم نعم إذن أستاذ أحمد اسمح لنا فقط أن ينضم معنا عبر الهاتف والأستاذ براء شيبان النشط السياسي والحقوقي عبر الهاتف من لندن مساء الخير أستاذ براء مساء النور وأهلا مساهدا فيك أسيا وبضيفك الكريم أهلا بك أستاذ براء يعني ما يحدث في المناطق الجنوبية سواء التصعيد الذي تقوم به السعودية في المهرة أو ما تقوم به عناصر الإمارات من تفخيخ للمشهد ومن تعصب وإرهاب يعني العديد من الموارسات التي حدثت خلال هذه اليومين ما هو تعليقك على ذلك؟ بالنسبة لما حصل تحديدا داخل محافظات عدن أنا أعتقد أنه للأساس المجلس الانتقالي يعني يعتبر يعني أسوأ ممثل للقضية الجنوبية وأسوأ حامل لقضية حقوقية هو المجلس الانتقالي للانتقالي الجنوبي أفتطاع بالسرعة بالغة أنه يحرف مسار الاتجاه الذي كانت في لحظة يمكن أن تتوحد فيها الدهود باتجاه جماعة الحوثي وبدأ الكل يشعر أن لحظة الخلاف من جماعة الحوثي ضرورية حتى يأمن اليمنيون شمالا وجنوبا في لحظة واحدة كامل قيادة المجلس الانتقالي بتحريض المجتمع ضد بعضه المشكلة ليست في الأفراد ليست أن هناك فقط شخص هنا أو هناك قام بأعمال وانتهاكات ضد المواطنين وسطا المشكلة أن القيادة المجلس الانتقالي قادت خطاب تحريضي وفي أي قانون يجب أن يحاسبوا ويحاكموا على هذا التحريض التحريض علني وصل إلى أعلى المستويات القضية الثانية أن المشكلة في عدن هي قضية يعني الوضع الأمني في عدن يحتاج إلى توحيد القرار يعني منذ فترة طويلة ونحن نقول لا يمكن أن تدار المسألة الأمنية في عدن بمليشيات وجماعات ليست لديها وحدة قرار إذا وحدة القرار لا تمتلكها وزارة الداخلية يسهل أي طرف أنه يحرض الجماعات وهذه هي المفارقة الأساسية ما بين أي مليشية وما بين الأجهزة السابعة للدولة أن الأجهزة السابعة للدولة تنحكم بضوابط معينة لديها وحدة قرار واحد بحيث أنه إذا حصل أي انتهاك تستطيع أن تراجع المسؤول أو من هو المسؤول عن هذا الشخص أو هذا القائد أو هذه الكتيبة مباشرة لكن هذه الجماعات المنفلسة التي تقودها المجلس الانتقالي أنا حتى لا أفهم المجلس الانتقالي هم يريدوا دولة على أي أساس يعني هم يريدوا دولة تكون بلا قانون بلا دستور حتى اللواحة الدولية لن تلتزم بها أنا لا أفهم على أي أساس أصلا مطالبين يعني يتغنوا بعودة الدولة الجنوبية ويمارسوا كل ما فيه من انتهاك لسلطات الدولة بالرغم وأنا أريد أن نؤكد على نقطة أساسية لا يوجد مواطن شمالي في هذه الأجهزة كل الأجهزة الأمنية كل الأجهزة المحلية كل السلطات المحلية كلهم موظفينها من أبناء المناطق الجنوبية كلهم وأنا أتحدى قيادة المجلس الانتقالي أن تأتيني بموظف تماني واحد داخل أي من السلطات المحلية في الجنوب أكمله إذن بين إشعة الفوضى وخلق الأوراق في المحافظات الجنوبية أو سذبرة هناك تساؤل ربما ظل يتكرر مرارا وتكرارا ما الذي يريده التحالف من اليمن؟ والله هي يعني أنا أعتقد السؤال لا يزال إطرح نفسه المملكة العربية السعودية مرة أخرى وأنا أشدد هنا على خياز المملكة العربية السعودية هي لا تمتلك رفاهية اختيار الدخول في المعركة من عدمها هي إما أنها تدعم السلطات الحكومة اليمنية وأتدلت فكل واضح الحكومة الشرعية اليمنية وإلا أنها سوف تعاني من فترة عدم استقرار طويلة على حدها الجنوبي مع مليشيات الحوثي مشكلة استمرار وجود مليشيات الحوثي هي بسبب غياب سلطات الحكومة الشرعية كلما ضعقت هذه السلطات كلما ستتقوى هذه الجماعة والإشكالية أنه كلما تكون هناك بعض الإنجازات على المستوى الاقتصادي أو الحدمي في الحكومة اليمنية تحصل مثل هذه الانتهاكات سواء الحواجث التي حصلت في 2018 أو هذه الأحداث التي مجرد أنها أعلنت الحكومة اليمنية أنها تمكنت من دفع مرتبات 80 ألف مواطن داخل المناطق الشمالية يعني يعزل سلطات الدولة تحصل هناك مثل هذه الممارسات التي تضعف من سلطاتها ولذلك أنا أعتقد أن المسؤول المباشر عن هذه الأحداث بالإضافة إلى الحكومة اليمنية يجب على حكومة الملكة العربية السعودية أن تتحمل مسؤوليتها لأن الحكومة اليمنية إذا غرقت في فوضى عارمة لن يدفع اليمنيون وحدهم لن تأمن السعودية إلا إذا أمن اليمنيين إذن أستاذ براء هناك أيضا من يتسأل أين هي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي مما يحدث رغم أن كل المواثيق الدولية ومرجعيات الحل في اليمن تؤكد على مبدأ السلامة الإقليمية للدولة اليمنية يعني الإشكالية أن الطريقة المهجة التي تسعى فيه خصوصا مبعوث الأمم إلى اليمن هو قرر أن يبتعد عن كثير من الملفات وحاول أن يعالج مشاكل جزية بعيدا عن نظر عن المشكلة استعادة الدولة أو روح القرار الـ 22-16 ويستعادة الدولة اليمنية بمؤسساتها طبعا عندما يعالج القضية بهذه الطريقة هو الآن طبعا لا يزال مشغول في أنه يحاول أن يحفظ المجد الشخصي له الذي هو متمثل في اتفاق ستوك هولم وأنا تقديري أن الاتفاق ستوك هولم سيفشل ولن ينجح يعني لم تنجح العملية السياسية التي يقودها المبعوث ولن ينجح هو في مهامي لأنه أختار أن يجزع المشكلة اليمنية بدل أن يركز على القرار 22-16 نعم إذن شكرا جزيلا لك براشيبان النشط السياسي والحقوقي كنت معنا عبر الهاتف من لندن عود إليك أستاذ أحمد ربما تطرق الأستاذ براء لنقطة مهمة وهو إذا ما أشيعت الفوضى في اليمن وثاد الخراب الحاصل الآن دون أن يلتفت التحالف لإنقاذ الموقف وكذلك الشرعية فلن يدفع الثمن فقط اليمنيون أو الشرعية ستدفع الثمن أيضا دول الجوار مثلا بالسعودية ثمن كل ذلك ليس مصلحة السعودية ما يحدث في اليمن كبلد الجوار بالتأكيد هو إشاعة الفوضى وخلط الأوراق في المنطقة وترك الأمور هكذا بهذه الطريقة وأن تتجه نحو الأسوأ سيتسبب بفوضى عارمة ستحرق الجميع ليس لمن فقط وإنما سيرحق حتى السعودية فنحن لو نشاهد أن دول التحالف على سبيل المثال بدأت جماعة الحوثي بقصف مطارات السعودية وهذه بداية النار التي تشتر يعني الغريب أنها لم تستوعب هذا الأمر هل يؤكد أنها لم تستوعب يعني وقد وصلت المخاطر ربما هذا يعود إلى السياسة الفاشلة التي تحدثنا عنها السياسة الخارجية للسعودية وربما أيضا أن هناك أيدي خفية تدفع بهذا المنح حرق المنطقة هو الذهاب بالسعودية إلى أبعد من ذلك ونحن لازمنا نتأمن من الشخص السعوديين أن يعودوا إلى رجلهم وأن تعود المملكة إلى ما كانت عليه وأن لا تتسبب بحرق اليمن وحرق نفسها هي أيضا هناك من يتسال يعني الآن مناطق المحررة أصبحت رمزا للفوضى والعنف والاغتيالات والميليشيا غير القانونية هل هذا الوضع هو الذي أرادت سعودية منذ البداية أم أنها يعني غرقت في هذه الأشكال أو لم تعد تستطيع نعم وربما أنهم أرادوا بزرع هذه الميليشيات وهذا الشكل من الفوضى أنهم يتجهوا لأشقال المجتمع والأشقال اليمنيين بحرب بعضهم البعض والذهاب في هذا المنح لم يكن الطريق السوي أو طريق الصحيح الذي ينتجه فهي الآن قارقة في هذا الوحل وبالصعوبة أن تخرج منه إذا ما استمرت في دعم هذه الميليشيات ودعم الخارجين عن القانون فكما قلنا أن هذه الفوضى وهذه المحرقة ستشمل الجميع وليس اليمنيين فقط وستصل إلى الرياض وإلى أبوظبي وإلى أبعد من هذا نعم إذن ما هو دور الأمم المتحدة مما يحدث من عبث لليمان يعني هناك أداء بائس للمبعوث الأممي ملحوظ أو حتى على مستوى عدم تنفيذ قرارة مجلس الأمن كيف تفسر المحرقة؟ بالنسبة للأمم المتحدة هي لا تقدم شيئا فالأمم المتحدة من حيث ما وطأت قدمها أو توقلت في أي منطقة لا نجد إلا فتح مخيمات والذهاب الوضع إلى أكثر بؤسة مما هو عليه فالأمم المتحدة لم تقدم شيئا فمن انتدام مبعوثين حوالي ثلاثة مبعوثين إلى اليمن لم يحققوا أي نجاح في اليمن فعلى سبيل المثال لو تحدثنا عن الشان في محافظة المهرة تحديدا فسبغوا أن كان للجنة الاعتصام من دوبين إلى مكتب مبعوث الومم المتحدة وتم تسليمه بعض الرسائل لبعض الانتهاكات التي تتجري في محافظة المهرة هذا على سبيل المثال ولم تقدم أي شيء حتى ولو ملاحظة أو تعليقها لهذا الشيء وهذا يدل على عجزها عن تقديم الشيء الصحيح وإعادة الوضع إلى مصاره الصحيح في اليمن في الومم المتحدة وضعها لا تستطيع أن تقدم شيء ينفعل لماذا؟ أليس مجلس الأمن أيضا يفترض أن يكون له دور المجتمع الدولي بشكل عام الأمم المتحدة لماذا هذا الصمت؟ هذا ربما هناك كما قلت جهات وضعت الملف اليمني كملف ابتزاز وملف للسعودي فعلا هذا هو إذن دعنا نصدف معنا أيضا الأستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي من محافظة عدن مساء الخير أستاذ مدرم مساء النور والسرور أهلا بك أستاذ أكم لجميع المشاهدي نعم إذن مرحبا بك ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مكتب عدن أستاذ مدرم الفوضى والانفلات الأمني هو سيد المشهد في المناطق المحررة للأسف والتي تسيطر عليها الرياض وأبو ظبي أمنيا وعسكريا هناك تسأل هل هذا ما يريده التحالف فعلا في اليمن هل في تقصد أنهم في عدن أو في المهرة بشكل عام المحافظات الجنوبية سواء التي تم تحريرها أو التي لم يطلقها يعني الحوثي إطلاقا يعني بالنسبة لما حدث في عدن من امفلاتات أمنية هي نحن نعتبرها إنها امفلاتات موجهة موجهة إلى قانب نتحدث أن الحراك الجنوبي يرفض استخدامات العنف بكل أشكاله فقد رفض الحراك الجنوبي منذ انطلاقه في سبعة سبعة الفين و سبعة كافة أنواع العنف وقد انتهج من ضمن نضاله وخياراته كان هو النضال السلمي وهو إلى الآن انتهج لكن هناك في بعض قوى التي دعمتها دعمها التحالف والذي سلحها ونحن لا نعتبرها قوات تتبع الحراك الجنوبي باعتبارها هي ميليشيات الحراك الجنوبي صحيح قاتل في حرب الفين و خمسة عشر و حمل السلاح ضد ميليشيات عفاش و أمصار الله الذي دخلت عدن و عند انتهاء الحرب وتحرير المناطق الجنوبية أغلب القيادات الحقيقية يا إما هم في باطن الأرض شهداء عند الله يا إما هم في الآن في بيوتهم والآخرين هما يقبعون في زجون الاحتلال الإماراتي السعودي نعم لكن أما ما يقري الآن في عدن هو بالنسبة لنا مرفوض قملة وتفصيلة من الإساءة لأخواننا أبناء الشمال الحراك الجنوبي يؤمن برفض العنف كامل باتا أبدا هذه الأمور لا تعبر عن ما نحن نريده و ما هو تطلعاتنا بل إنما يقريه هو إساءة للحراك الجنوبي و يعرض الحراك الجنوبي للمساءلات القانونية الداخلية و المجتمع الدولي نعم لكن هم من يتصدرون المشهد أستاذ مدرم هم من يتحدثون باسم أبناء الجنوب يظنون بأنهم هم المخولون بذلك مدعومين من الأسف الشديد من الإمارات في ظل صمت السعودية هل إغراق المنطقة بهذا العنف يعني متعمد برأيك هناك تبدلات في عالم مستوى الأمور السياسية كاملة في القليق وتحديدا أبوظبي الجميع لاحظوا قبل أيام حدود زيارات التي قام بها وفد من أبوظبي إلى طهران و قد كان هناك وفد سياسي لم يعلن عنه و تبعه وفد أمني و اعلن عنه و الجميع شاهدوا على مستوى القنوات الفضائية وكان هناك عمرية تنسيقية تنسيقات عديدة أدركت دولة الإمارة العربية أنها ارتدت قلبابا أكبر منها لذا وتعترت فيه وتحديدا تعترت فيه هنا عندنا في الجنوب عندما تدخلت وسيطرت على كل شيء وأنشأت قوات باسم الجنوب أو تحت شعار الجنوب لمناهضة الشرعية وليس بالصحيح هي المقاتلة أنصار الله بس كان قتالهم لأنصار الله للضغط عليهم بتحقيق مكاسب سياسية وتحديدا في الساحل الغربي والحديدة والجميع تابع إلى هذه اللحظة الأمور متوقفة في الحديدة لكن الأحداث الأحداث الأخيرة التي حدثت هنا في عدن هي أحداث مفتعلة أولا قبل أحداث مقتل الشهيد أبو اليمامة صار تفقير في شرطة الشيخ عثمان ثم تلاه اغتيال أبو اليمامة في المعسكر ثم تلاه في منتصف الليل هجوم الدعو القاعدة هي التي اسمها قمت على المحفظ كانت القاعدة أو لم تكن ولكن هذه كلها تلك الأفعال محسوبة لتغطية بالدهة الحادثة التي تثم قبل القلاء والمحفظ كانت هي لتغطيات على حادث معسكر القلاء إذا تسأل معسكر حادثة معسكر القلاء كيف تم وكيف صار يعني هذا معسكر وكان في ذلك اليوم استعراض عسكري يعني قاهزة القتالية عالية جدا بل مرتفعة ولكن ما حدثنا هناك في أحداثيات إذا فرضنا أن الحوتي ملك الأحداثيات لم أحد يبلغهم طيب كيف عطلت المضادات القوية من باثريوت ومن 23 يعني هي العملية مفتعلة ولكن فيما بعد هذه الحادث لتغطية على تحديدا هذا الحادث والخصائر القسيمة الذي لحقت في معسكر قلاء وشهيد أبو اليمامة تم افتعال وتوقيه مجموعة من قيادات وقهات تتبع التحالف العربي لتتبع التحالف العربي لإحداث فوضى وطرد أبناء الشمال وتحديدا على الباعة والمتقولين وأصحاب المطاعم إذا كان هنا على اعتبار أنه رد شعبي نعم هذا الموقف حدث في عدد المعروف نعم في هذه الأيام أيضا ما يحدث في المهرة أستاذ مدرم في أقصى شر لو كان تلك الأحداث هي رد شعبية نحن معروف أن الشارع الجنوبي هو يطلب برحيل الحكومة رئيس الحكومة متواجد في عدن لم يتوقهون هناك واحد اثنين رئيس مقافس القضاء لعلى متواجد في عدن محافظة بنك المركزي متواجد في عدن معسكر طارق عفاش متواجد في عدن ومعروف إن هذه في حالة التوقه الجماهيري إلى تلك المناطق ستقور كقضية سياسية ولكن التوجه إلى الباعة والمتقولين على اعتبال البسطة لقع لها فوضة فوضة موجهة بعيدا عن القضايا السياسية وهذه بهذه الطريقة إنما نعم هذه الفوضة الموجهة في المناطق المحررة عدن نلاحظ أيضا في أقصى الشرق في المهرة ما يحدث من إصرار سعودي على التواجد العسكري هناك وما حدث من قصف بالأمس في منطقة العبري وغيره من الأحداث المتلاحقة هل يمكن أن نصف أن يعني أن الإمارات والسعودية تمشيا في خطين متوازين لأهداف معينة أنا في نظري منذ فترة ليس بطويلة إنه بدأت التفارق أو انشقاق ما بين التوجه السعودي والإماراتي في الوقت الذي تنسحب فيها القوات الإماراتية لقدت المملكة العربية السعودية تحاول تتمدد على الجميع يعني يعرف أن تعتبر محافظة المهرة هي ثاني أكبر محافظة في البلاد من حيث المساحة مساحة محافظة المهرة تبرغ 122 و 500 كيلومتر مربع شريط المهرة هو الوحده 560 كيلومتر والأطماع السعودية في المهرة هي أطماع قديمة جدا ليس هي وليدة هذا اليوم في كثير من المحللين والقنوات الفضائية تتحدث عن هروب المملكة العربية السعودية من مضيق هرموز إلى بحر العرب هذا كلام غير صحيح حسب معلوماتي وحسب معلوماتي أنه بالسابق قبل سنوات السلطنة عمان أرضت على المملكة العربية السعودية مدء بوب أن سلطنة عمان أيضا تطل على البحر العرب على البحر العربي ومسافة القدوة الاقتصادية في طار مده إلى سلطنة عمان هي أقل بكثير من مده إلى محافظة المهرة كل ما يقري في المهرة هو أطمع أطمع في ثروة المهرة أطمع في جيكرافية المهرة أطمع في شريط الساحل المهرة نعم ابقى معي أستاذ أم مدرم في شريط الساحل المهرة نعم ابقى معي فقط سأعود بسؤالي لأستاذ أحمد هل تعتقد بأن أطمع السعودية خارج عن موضوع الأنبوب النفطي وهناك أطمع قديمة كما تحدث الأستاذ مدرم خاصة بأن هناك فرص أخرى لمد أمبوب عبر أمان كما تفضل نعم رب أمان لكن في كل الأحوال هي أطمع تندرج من ضمنها الأطمع الاقتصادية ونحن ما شاهدنا في محافظة المهرة وما لمزناه من أعمال على أرض الواقع أعمال إنشائية كان يحاول الجانب السعودي أن يفتح خط موازي خط المشروع الأمبوب الذي تسعى إلى تنفيذه مستقبلا ويجهة برفض من قبل قبائل الصحرى وإزالة تلك العلامات وهناك توجيه من قيادة القوات السعودية في مطار القيضة بحماية هذه الشركة التي تعمل على شق الطريق وهذا الدليل واضح لأن هناك مشروع اقتصادي هو مشروع تحديدا مشروع مد أمبوب النفط عبر محافظة المهرة إضافة إلى طمع الأخرى والتي هي الاستحوال على سواح المحافظة المهرة والثروة الموجودة في محافظة المهرة ولذلك السعودية هي ترقب بأن يكون هذا المشروع بعيدا عن أي شكل قانوني أو شكل يتم بالاتفاق حيث أنها أضعفت الشرعية وأشغلت الدولة وأشغلت الناس في المواطني في المنفل الحرب والغتال فيما بينهم وأنهكت الدولة وأضعفتها حيث أننا نرى أن تهميش المؤسسات الشرعية للدولة وتغييب الدولة بصورة متعمدة هي السيطرة على هذه المحافظة واعتبارها كجزء سعودي يعني بحث فهذا ما لمسنا وشهدناه في محافظة المهرة وأن المشاريع والأطماع الأقتصادي للسعودية هي السبب الرئيسي في توقلها وصيدرتها على محافظة المهرة ونعود ونكرر ونقول أن هذا الأمر غير مقبول ولن يقبل أبناء اليمن في محافظة المهرة بمثل هذه المشاريع في هذه الأوضاع وهو وضع الحرب ولكن نازلنا نقول أن اليمنين سيتفهمون مصالح السعودية في حال سحبت من محافظة المهرة والرجوع إلى خلف الرمال وخلف الحدود وتتم اتفاقيات عبر مؤسسات الدولة الشرعية عبر مجلس النواب وفق الأطر والأنظمة والآليات التي تغنن ذلك نعم إذن أستاذ مدرم هل من مصلحة السعودية تقويض شرعية الدولة والمؤسسات الأمنية بهذا الشكل على حساب ميليشيا الإمارات يعني إن غرقت اليمن في الفوضى فأول من سيصاب بهذه الفوضى هي السعودية في لماذا تذهب إلى ذلك أقاوبك من آخر المقطع من سؤالك المملكة العربية السعودية تمر بمراهقة سياسية في هذه المرحلة تحديدا هذا شيء إلى جانب قبل شوية ذكرت لي كأطماع السعودية في المهرة هناك أشياء أخرى أيضا المعروف أن محافظة المهرة تبعد عن الميادين القتال وقبهاته بعيدا جدا هذا واحد تواجد القوات السعودية في المهرة وتحديدا بمنفدين والمهرة تمتلك منفدين بريين وهو منفد صرفيت ومنفد شحن أحدهما للأفراد والآخر للبضايع الجميع معلوم أن هناك حصار على اليمن بشماله وقنوبه يعني المطارات حتى في المناطق التي يقول عليها مناطق محررة محاصرة المطارات مغلقة المواني مغلقة المنفد الوحيد إلى جانب شحن هو منفد الوديعة للحقاك ذهاب وإياب والمسافرين وعدوا في إطار مضايقات كثيرة هذا شيء إذن من أين الشعب يأكل من أين الشعب يستورد المواد البناء المواد الكهربائية البؤدوية الملابس الفواكه كل مناحي الحياة الرئة الآن الرئة البلد بأكمله هو ميناء شحن وذلك لا يعقب النظام السعودي الآن إذا قدمنا هذه الاستفارات كثيرة لمدير مكتب المبعوث الدولي بعدن وأيضا زودناه بفيديوهات مصورة من كلا الجانبين بعدد الشاحنات الضخمة التي تتعدى كيلوهات المترات في إطار في اتجاه عمان واتجاه المحافظة المهرة المهرة من هذه المرحلة تحاول الإطباق على المنفذ أو الرئة أو المتنفس الوحيد الذي فاضل للبلاد السعودية أكثر مما حينما أقتلنا تشاعد اليمنيين أو تساعد الشرعية أو ما شبه ذلك بالأصاحية أتت إلى هذه البلد لتدمره يعني على سبيل المثال عدن مدمرة نتيجة الحرب وأبيان وكثير من المحافظات وحتى المحافظات المكلة الساحل الحضرمي من الطيران حينما كانت القاعدة في بيو يعني النطقة الوحيدة التي ليست مهدمات بنيتها البنية من مباني من منشآت البنية تحتية كما يقال هي المهرة الآن السعودية تسعى لإفتعال أي أحداث أخرى لتدمير المهرة ولا تستطيع الآن في هذه المرحلة السعودية أن تغلق منافذ المهرة ولكن في حالة تعثر الأمور واشتعال الصدامات بينها وبين أبناء المهرة سيضطر الجانب العماني الذي يرتبط بعلاقات تاريخية وطيدة باعتبار هناك تداخل قبلي وتداخل عشائري تحديدا ما بين محافظة المهرة وإقليم ضفار ويشتركون حتى في اللغة المهرية فيما بين الجانبين سيضطرون لإغلاق المنفذ وهذا نتيجة إشتعال الأوضاع وإشتعالها ووجود صدامات ومسبة شاهدنا بداية هذه المرحلة هو الطيران عندما تدر الطيران السعودي لا بد أن يكون هناك رد هناك قبائل قبائل في المهرة قبائل شديدة ومعروفة في بأسها وشدتها نعم لكن أستاذ مدرم هل يعقل أن تدخل السعودية إلى مربع جحيم لا نهاية له نعلم تماما الخسائر التي تخسرها في هذه الحرب هل سواء في جميع الملفات الاقتصادية والسياسية وأيضا الحقوقية هل هي بحاجة إلى إحراق نفسها أكثر في أن تظل اليمن في مربع العنف غارقة وما ما هو الآن هي فيه كما أشارت قبل شوية بأن هناك مراهقات سياسية وكل ما غرقت تغرق نفسها أكثر ما يحدث الآن في اليمن وتورط السعودية فيه ما يحدث حصارها لدولة قطر ما يحدث ما تعمل السعودية في سوريا ما تعمل السعودية الآن في ليبيا ما تعمل السعودية في السودان ما تعمل السعودية في الصومال وكثير من المناطق حتى أنها إلى دول شرق آسيا هذه طبيعة هذه دارة فعل نحن الجميع يعرف المراهق كيف يتصرف يرى الخطأ صحيح والصحيح خطأ وللأسف نتمنى من عقلاء وأمراء السعودية أن يدركوها قبل أن تفوتهم الفرصة مما يقري الآن نعم وعلى سبيل المثال أدركت الإمارات العربية والآن الإمارات العربية تحاولت تنسحب تدريجيا وفي نفس الوقت السعودية تمعن وتكابر في هذه الأمور إذن شكرا جزيلا وعلى قضية الصحفي خاشوقي وقضية القوانين التي يزرح المدرش الأمريكي بحق السعودية ومقاطعة دول أوروبية أيضا منها ألمانيا ومنها نعم لم يعد لدي المزيد من الوقت أستاذ أبو سيراج شكرا جزيلا لك نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن عودة أخيرة لك أستاذ أحمد بما أن الأشقاء يريدون هذا الوضع المحلول والحكومة المشلولة والمتواطئة مع رغبات الرياض وأبو طبي فلماذا يعني أو أين هو الدور الشعبي من كل ما يحدث ما الذي يمكن أن يقوم به الناس خاصة وأن هناك نموذج لهذا الرافض وهو الاعتصام المهري نعم لابد من جميع المحافظات أن تخرج وأن تطالب وأن تتحرك على مستوى الساحات وفي الميادين وأن يكون هناك دعوة لحشد الرأي المحلي والدولي للوقوف أمام هذه التجاوزات ونحن في لجنة تنظيم العتصام سبقا وأن وجهنا رسائل إلى شيوخ وعقلاء ومكونات المحافظات الأخرى وضع رموز السلطات في المحافظات الأخرى للخروج إلى الساحات ورفض هذه التجاوزات وهذه التدخلات السعودية الإماراتية في المحافظات التي لا يوجد بها أي جماعات متطرفة أو انقلابية ولكن ويستوجب أن يكون فيها دور فعال المحافظات الشرعية فما أحب أيضا نشير له أن السعودية والإمارات يأتي هذا ضمن مخططها لفرض كما أشار الأستاذ مدرم حصار اقتصادي وإنساني على أبناء الجمهورية اليمنية من خلال توقلها في محافظة المهرة نعم إذا شكرا جزيلا لك أحمد بالحف مسؤول التواصل الخارجي للاعتصام المهرة كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكلكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لنلتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاة الله وأمني شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا